هذا العمل النبيل من نكب عمر اليوم اللي تقوم فيه في اليمن توج بي وأنت توجت في العديد من المحافل لكن وسام العمل الوطني البحريني ماذا يعني لمحمد العرب؟ لمن أهديت هذا الوسام؟ أولا الوصايا اللي أنا سامحها بإذني من الملك حمد بن عيسى على الخليفة الله يطول عمره ويحفظه اللي أرسل أولاده ليكونوا في مقدمة الصفوف اللي يقاتلوا سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد كما أولاد ملوك وأمراء اليوم إحنا ليقود المعركة على الأرض سمو الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز هذه الصورة اللي كانت مع جلالة الملك؟ نعم نعم هذا يعني بصراحة كلمات تعجز اللي قدم ليه جلالة الملك يعجز عن وصفه هو عطاني شيء أفتخر به أنا وأطفالي وذريتي إلى أن أموت عطاني قال لي أنت قدمت شيء وأنا فخور بيك وهذا الوسام تقدير لما قدمته يعني بالنهاية هاي حربنا ولن يحق جلدك غير ظفرك لن يجي واحد صحفي من خارج هاي البيعة عشان ينقل الواقع ويبقى أربع سمين بيل الحديد والنام هاي معركتنا بالنهاية ترجمة نانسي قنقر